رغم التهديدات الأمريكية بسعيها لعزل السفن الإيرانية عن أسواق التأمين الدولية وتحذيرها مشغلي الموانئ من السماح لتلك السفن بالرسو جاء الرد الإيراني على لساني نائب قائد جيش نظامي في إيران محمود موسوي الذي أكد استعداد قوات بلاده المسلحة لحماية أسطولهم من ناقلات النفط ضد أي تهديدات كما كانت تفعل على مدى أربعين عاما مظهر الإمكانية مواصلة استخدامهم من الممرات المائية البحرية أيضا بحسب الإعلام الإيراني وكان الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك أوضح خلال تصريحات له بأن السفن الإيرانية أصبحت تمثل عبءا عائما من قناة السويس إلى مضيق ملقى وكل نقاط التفتيش بينهما متابعا بأن الناقلات الإيرانية المؤمنة ذاتيا باتت تشكل خطرا على الموانئ التي تسمح لها بالرسو وعلى القنوات التي تفسح لها مجال المرور هوك أثار احتمال أن تواجه الدول والشركات المشغلة للموانئ عقوبات أمريكية في حال مساعدتها في تسهيل الأنشطة غير المشروعة بالسماح للسفن الإيرانية بدخول الممرات المائية والموانئ مضيفا أن العقوبات تسببت بفقدان إيران لمليارات الدولارات من عائدات النفط من دمايو أيار إلا أن أسحق جهنجيري نائب الرئيس الإيراني قال أن إيران باعت ما تحتاجه من النفط من جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاح البحرية محمد راستاد بعد أن إيران ستتقدم بشكل أسبوع المقبل لمنظمة الملاح الدولية بشأن العقوبات والقيود الأمريكية القاسية على النقل البحري وهدد مسؤولون إيرانيون سابقا بإغلاق مضيق هرمز وهو ممار رئيسي لشحنات النفط إذا حاولت الولايات المتحدة منع صادرات النفط الإيرانية